مرحبا انا اسمي وائل عمر 17 سنة فلسطيني بس ولت بسوريا وكبرت بسوريا انا اجيت الي باوروبا تقريبا سنة ونص من 10 ديسمبر 2014 انا وصلت انا وصلت على المانيا من خلال لمة الشمال امي كانت تشتري الغراض بالسوبر ماركت وراجع هي واختي الصغيرة بالعربي فعم تنزل بمحطة المترو ففوت زلم كبير وكان في امي ومراه ينتخنا مش محجبüyorum اولماني ففوت الزلمة وهي صرخ على امي و الشخص على المحجبة والدلال ان هاتل شه الطاع كان صراح عنصري انه هو قليل بان اجل الألماني اللي آن jagمت بتعمل امي و المرية المحجبة وحتى اجى وضرب المرض اللي محجبة الثانية ضربة كاف على وجهها وبعدين اجت الشرطة وهلأ بامي راح تكون شاهد على هاي الحالة اللي كانت